إذا ما ذهبنا إلى مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة الذي اقترح بالأمس مقترح المجلس السيادة لوقف هذه الحرب وكان من ثلاث بنود الأول هو وقف الأعمال العدائية والفصل ما بين القوات المتحاربة الثاني هو التركيز على الجانب الإنساني لإنقاذ المواطن السوداني والمرحلة الثالثة والتي قال بأنها الأصعب والتي ستستغرق مزيدا من الوقت وهو دمج الدعم السريع في الجيش وفي الدولة مرة أخرى ولكن بعد تنقيحه من الأجانب ثم ينتهي ستنتهي هذه المراحل كلها بالذهاب إلى توافق سياسي كما سمى هل ترى أن هذا الاختراح فعال ومجدي أو لا؟ أعتقد أن الثلاثة اقتراحات الأولى هي اقتراحات منطقية ولكن السؤال الأهم هل يملك مالك عقار وهو الآن بصفته الرجل الثاني في الدولة هل يملك اتخاذ مثل هذا القرار؟ الآن القوات المسلحة مختطفة اختطافا كاملا من القوات الإسلامية إذا كانت كتيبة البراء أو ما يسمون بالمستنفرين أو النظام القديم وأعتقد كما يعتقد الكثيرون أن قرار الجيش ليس بيده وأن مالك عقار إذا كان جادا عليه أن يخطو من موقعه هذا نحو تحقيق هذه المسائل الناس ظل الناس في السودان منذ اليوم الأول يقولون أوقف الحرب أسمح للإغاثة أن تعبر أسمح للدواء أن يصل للمهتاجين أسمح للمدنيين أن يتحركوا هذا هو كان المطلب الرئيس ولكن لم يحدث ذلك وفي رحظة ما نذكر تماما أن السيدة الفريق مالك عقار قال أنهم لا يريدون أن يسهبون إلى جدة وكان ذلك في رحظة حاسمة اليوم إذا عدل موقفه وغير موقفه من أنهم لا يريدون أن يسهبون إلى جدة حسنا ولكن الوقت من ذهب إذا لم يقطعه فالمهم جدا أن يكونوا صادقا في هذا أستاذ فيصل البعض سيقول لك بأن جدة مثلا الجيش ومجلس السيادة قال بأننا لن نذهب إلى جدة إلا إذا ما تم تنفيذ على ما اتفقنا عليه بالأساس في جدة من انسحاب الدعم السريع من بيوت المواطنين ومن المناطق المدنية لأنه لماذا نذهب ما هو الجدوى من أن نذهب لاجتماع ثاني مداما الأول لم ينفذ مخرجاته هم ذهبوا إلى جدة وبعدها ذهبوا إلى المنامة وبعدها ذهبوا إلى مناطق كثيرا ولكن من الواضح أن هناك أكثر من قوة تدير هذا الملف أن هناك قوة تريد أن تسهب نحو السلام ربما ونحو التفاوض لأنه ليس هناك أي حرب تنتهي دون تفاوض لا يستطيع أي من الطرفين أن يهزم الطرف الآخر هي حرب طويلة هي حرب كما قلت في البداية إنها حرب يخوضونها بالوكالة وعليه لا بد لهم من التفاوض وإنطال السفر ولكن أنا أريد أن أوضح لك شيء أستاذ فيصل لماذا دائما يقال بأن الجيش السوداني هو مختطف من قبل الإسلاميين وهم يديرون حربا بالوكالة مع الإسلاميين ولكن في نفس الوقت مجلس السيادة وقيادة الجيش خرجت وقالت هذا كلام عبثي ليس له أي منطق وليس واقعي وإن كنا ندير حربا بالوكالة ويقودنا فيها الإسلاميين من الذي يدعم الإسلاميين بالسلاح أو كيف من الممكن أن يدعمنا الإسلاميين بسلاح وعتاد ورجال وأموال وكيف يمكن أن يديروا حرب زادة عام السودان رغم أنه مر بثورة عظيمة في عام 2018-2019 وهي ما يسمى بثورة ديسمبر لكن ما زالت القوى النظام القديم مسيطرة على كل شيء هذا الشيء الأول الشيء الثاني الإنقلاب الذي قاده البرهان في 25 2021 هو وحميتي قاموا بهذا الإنقلاب ضد الثورة وضد مشروع الثورة وبالتالي ما زالت قوى النظام المباد والنظام القديم موجودة فليقولون ما يقولون وهذه ربما تكون تحليلات من هنا أو هناك ولكن الحقيقة أن القوى التي لا تريد للسودان أن يسهب نحو الديمقراطية أن يسهب نحو السلام أن يسهب نحو العدالة هي التي تصعب هذه الحرب وتريد لهذه الحرب أن تستمر وأنا لا أبرأ الدعم السريع الدعم السريع حينما جاءت هذه الثورة كان شعار الثورة واضحا العسكر للسكنات والجنجويد ينحل بمعنى أن يذهب العسكر للقيام بواجبهم في حماية الوطن وأن تحل هذه المليشية التي صنعها وأسسها وربها النظام القديم إذن الثورة كانت تحدث عن الحكم المدني الكامل ولكن إنقلاب 25 أكتوبر 2021 هو الذي أعاد الكرة إلى المنعب الآخر واستبروا في قمع الجماهير وقمع الشعب وقمع المواطنين وهذه هي النتيجة لمحاولة الرجوع عن أهداف الثورة وشعاراتها